لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين بالمملكة أكد صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن صناعة الإرهاب بدأت تأخذ منحا خطيرا لا يمكن مواجهته إلا بيقظة أمنية وبالحسم والحزم وقال سموه لن نقبل للإرهاب الذي يستمد تمويله ودعمه اللوجستي من بعض الدول أن يستشري ويهدد أمن وطننا ومواطنين وأن التوجيهات واضحة للأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات ومباغتت الإرهابيين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وعدم التهاون مع أي أمر يؤثر على أمن الوطن واستقراره وحيا سموه في هذا الصدد الدور الذي تطلع به الأجهزة ورجال الأمن فهم العين التي تسهر على استقرار الوطن وحفظ أمنه وسلامته وهذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضبية صباح اليوم عدد من كبار المسؤولين بالمملكة والوزراء والمواطنين الذين رفعوا لسموه أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة عيد الفطر المبارك دعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى مملكة البحرين وشعبها أعواما عديدة مشيدنا بما توالي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بذله في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها في أفضل المستويات على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والتي أثرت على المسار التنموي في المنطقة وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحن يد واحدة وشعب متماسك وقوي أمام التحديات وفي وجه الصعاب ومن ينشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد لن يتحقق ما ناله فالبحرين حكومة وشعبا بقيادة عاهل البلاد المفدة كانت ولا تزال وستظل كيانا قويا ومتماسكا أمام التحديات والأزمات وعصية على الطامعين والحاقدين والمتآمرين وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التمسك بقيم التواصل التي يتميز بها مجتمع البحرين على الدوام والتي شكلت ملمحا مميزا ليعرف به أبناء البحرين وقال سموه إن شعب البحرين يمتاز بالوفاء لوطنه وقيادته ويتمتع بوعي وإدراك ولديه حرص على النهوض بالوطن في مختلف المجالات على أسس عصرية ونوها سموه إلى أن مملكة البحرين غنية بتراثها وحضارتها وعوائلها ويجب أن يوثق هذا التاريخ ويتم تدوينه للحفاظ عليه ليكون معينا تستفيد منه الأجيال القادمة